مع شن الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي حشدت إسرائيل عدداً من ألويتها ووحداتها العسكرية للعدوان على قطاع غزة أبرز هذه الألوية هو قفعاتي وهو لواء موشا أنشئ في أواخر عام 1947 على يد منظمة الهاجانا ثم أصبح جزءاً من جيش الاحتلال ويتبع فرقة الصلب وهي فرقة مدرعة تتبع للقيادة الجنوبية يترأس اللواء قائد برتبة مقدم ويعد أحد ألوية النخبة في الجيش ويتمركز حول قطاع غزة شارك في الاجتياحات البرية للقطاع في عام 2008 و2014 وكذلك في 2023 ثاني أبرز الألوية الإسرائيلية هو غولاني وهو لواء موشا تأسس عام 1948 ويرتبط بالقيادة الشمالية ارتكب عدة مجازر بحق الفلسطينيين منذ عام 1948 كما شارك في جميع الحروب التي شنتها إسرائيل على الدول العربية ثالث أبرز الألوية هو لواء نحال ويضم قوات النخبة الأكثر تدريبا في إسرائيل دفعت به القيادة العسكرية في الهجوم على غزة عام 2014 للسيطرة على مناطق في بيت حانون شمالي القطاع وخاض معارك عنيفة حينها مع القسام أما فيما يتعلق بالوحدات العسكرية الإسرائيلية فيأتي على رأسها الدفدوفان والتي شاركت في اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلي في مايو من العام الماضي وتطلع هذه الوحدة بتنفيذ مهام خاصة أبرزها عمليات الدهم والاعتقال والاغتيال أسس وحدة الدفدوفان إيهود باراك عندما كان يشغل منصب قائد اللواء الأوسط في جيش الاحتلال قبل أشهر من اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 وأشاركت الدفدوفان في الحرب على غزة عامي 2012 و2014 وفي يوليو من العام 2015 قرر رئيس الأركان الإسرائيلي حينها وعضو مجلس الحرب حاليا غادي آيزنكوت إقامة لواء كوماندوس جديد يضم أربع وحدات من بينهم الدفدوفان وذلك بهدف تعزيز سلاح المشاة والقوات الخاصة ثانية الوحدات العسكرية الإسرائيلية هي إيغوز والتي تشكلت عام 1995 وذلك لمواجهة حزب الله في جنوب لبنان على يد قائد المنطقة الشمالية لأن ذاك اللواء عميران ليفين للقيام بمهام خاصة كقوة نوعية تشارك في حرب الشوارع والمدن والمدن ترجمة نانسي قنقر